ناقش وزير العدل القاضي بدر العارضة في العاصمة المؤقتة عدن مع منظمة اليونسيف استراتيجية الخطة الوطنية من أجل حماية الطفل ومنظومة رعاية الأحداث وأشار وزير العدل إلى أهمية الربط الشبكي بين مكونات منظومة رعاية الأحداث بين ديوان الوزارة والنيابات والشرطة وكل من له علاقة بهذا الجانب وذلك من أجل تسهيل الوصول للمعلومات من جهتها أكدت مستشارة منظمة اليونسيف أميرة حسام على تقديم العون والدعم للاحتياجات الضرورية من أجل مصلحة الطفل ووضحت أن منظمة اليونسيف تسعى إلى تعزيز وتفعيل أكبر وتفعيل أكبر لمنظومة حماية حقوق الطفل في اليمن وتحرص على عمل الكثير من البرامج خلال المرحلة القادمة بالتعاون مع الوزارة